فريق طبي للمركز الذي يتكون من طبيبة اختصاصية في الأشعة والأشعة التداخلية وطبيبة أستادة في أمراض النساء والتوليد وطبيبة اختصاصية أخرى في أمراض النساء والتوليد وطبيب اختصاصي في الإنعاش والتبنيج وعبدو ربيض ضعيف البروفيسور حمد المنصوري أستاد في المسالك البولية والتناسلية هذا الفريق قام بواحد العملية نقدر نقوله بأنها طورة علمية نقدر نقوله بأنها علاج سحري للأورام الليفية للرحيم اللي كان سميه بالدرجة دينا الكورا دينا الولدة هذا المرض الذي يجي تقريبا 25% النساء في سن الإنجاب بشكل عام بعد سن الثلاثين واللي تعطي أعراض مختلفة هاد الأورام اللي فيها ولا هاد الكورا تختلفوا من مريضة إلى أخرى حسب الموقع وحسب العداد وحسب الحجم كيلي تكون عندها أورام صغير وكيلي تكون عندها أورام كثيرة الأورام يمكن تكون جدارية أي في الجدار ديال الولدة يمكن تكون جدار تكون أورام جوفية أي داخل الجويف ديال الولدة ويمكن تكون خارجية هاد الأورام كله هي كتسبب في أعراض حسب الموقع وحسب الحجم وحسب العدد يمكن يكون ألم في الحوض يمكن يكون ألم في البطن يمكن تكون صعوبة في التبول إلا كانت الأورام كالضغط على المثانة يمكن يكون نزيف وهذا النزيف يبدأ في الأول بنزيف خلال دورة الدموية لدورة الحيض بحسب عدد الأيام أكبر وغزارة الدم أكبر يمكن المريضة تعاني من سبب هاد النزيف من فقر الدم وتسبب لها إرهاق وتسبب لها واحد تعب كبير يمكن يقول لها النزيف باستمرار النزيف باستمرار وكذا يعاني المرأة وكذا يعطيها تاوى فقر الدم هاد الورام ديال الرحم الورام اللي في للرحم تكون العلاج في الأول بالأدوية ولكن فعالية الأدوية تتكون غالبا محدودة في الزمان فيما يخص الفعالية ديالها من بعد كندزو للمرحلة الثانية المرحلة الثانية اللي كانت هي إما الجراحة الكلاسيكية نستأصل هذه الأورام الجراحة بالمنظار من داخل البطن أو الجراحة بالمنظار من طريق المهبل وكندزو المسالك التناسلية باش نستأصلوه وهذه العملية يمكن احتمال باش تؤدي الى استئصال الرحم أي كنزولوا المرأة الوالدة وهذه مسألة اللي ماتي قبلوهاش جميع النساء الآن التقنية الجديدة هي إقصارة البروستطة بدون تبنيج بدون جراحة بدون استشفاء للمرأة كنتدخل في الصباح بواحد الإبرة بحال هذه الإبرة كنتدخلها في جدر ديال الفخد في شرايال الفاخد ومن خلال هذه الإبرة كنتدخلوا على الأنبوب تبي رقيق لا يتجاوز قطره 0.5 ملي متر تندخلوا عبر الشرايين تتنشلوا الشرايين المغدية للأورام اللي فيها من هناك نشل الأورام اللي فيها تنحقلوا واحد المادة التي تحتوي على حبيبات المجهرية وهذه الحبيبات المجهرية تغلقوا وتسدوا هذه الشرايين من هناك تسد كي تقف الدم على الأورام اللي فيها فيها للرحيم على ذلك الكورة من هناك تقف الدم كتضعف وكيقللوا وزن ديالها وتزولوا جميع الأعراض هذه هي العملية التي قدرنا السيدة اللي إحدانا الحمد لله وكل اللي تبهي النجاح هذه السيدة اللي عانت كتر من خمس سنين وكانت عندها تجربة تستحقوا بش يعرفوا هالناس وكان نعطيها نسلم لها الميكرو والآن بش يتقول تجربة ديالها جيت من مدينة طنجة ونهار فاشنجي كيف رم أعرف تطريق جيت معي لالله فرح دالوح هي لي وصلتني لهذا هذا الكبير وهذا سيد أنا أبريط به ما كان إنساني كتر ما تدني العملية غير هضرة دياله ره في تلت أيام كنت بريط من وصلت عنده العملية من حدني ما رقيتش عدد دم هبط مني لأن أنا كانت الوديد الدم كان موت يوميا وكان حياة يوميا ربي كي يقبط فيها كان نوقف ودبع من عرفت هاد الدواء عندنا في البلاد ديالنا نفرح أنا بزاف أوليدي وانا فرحت بزاف من عندنا هاد العيلاج دقيت البيبان ما جابش ربي تيسير جاب ربي تيسير في مراكش وربي العالمين أنا فرح أنا بزاف من عندنا هاد الدواء في بلاد ديالنا وكان صح جميع النساء ميخلوش هاد المرض الفتاك يقضي عليهم عرا كيمشوا الصغارات والكبارات هاد وكان عرفه ميانا عرفتهم اليوم غدمشا ودفنوهم كين بنادم في ساح كين بنادم قضربواني مية حدة صافي كي بخي صفار 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 مسكن كين كاي طيح في كوزينة أو طيح في طوالت أنا كيخرج مني الدم وحل الكيمية كبيرة ولكن كان طبار ك الله عندي القوة على الكشيد الماكلة كان أكل وكاي خلف في القرون ديالك وبكاتنا سلالين لنهار وكي يجيلك ليكتئاب يمكن الله يحفظ تقول لنا صافي ساليت من الدنيا سنكمل على عراسي أولا دي تساليت في جامعة الدنيا الكرة الأرضية مشيت الأوروبا ومشيت هنا في الوطن ديالنا صافي ما جاء بشهر بالتسير جيت الوطن ديالي كان حسب واحد الفرحة وهذا بن أزل اسمته بروفيسول أحمد المنصوري أرى زرع فيها الحياة جديدة فأنا خلقت مولودة كنت في الدنيا كنت موت ووجيت للحياة كان حسب رأسي الشابة والعقل اللي يتبدل عندي المحبة كبيرة مع الناس عندي المحبة من صورة يوليدي تبدلت علي الدنيا أولا الحالة اللي عندي كان ندير هذه العملية في المغرب في أفريقيا الخالة ديالي هذه تقريبا واحد خمس سنين وانا كان عاني معها مشيت معها لأطيبة فطانجة وانا كانت إبرا كانت تغلية الناس لكنها مشيت الدول وانا تغلق الدول وانا ندير حسيمة وطلعت الأوروبا المادريط فقط وطلعت الفرنساء و قلت رجلها في تب . قلت رجلها و شوف الى الطبيب و نري . قالت اخراكش و شوفني ب تبعي ان تقرأي من يجعله و قلت تبعي و قالت اخراك شوفني . اللقيل ضواجري جميلة نصرير و كنت اخفضت تبعي و انتواصل معي واي اشنو و اشنو واشنو قال لي صافي قلت له ما تعطيه مواعيد قال لي لا اجي عندي نهار فلاني في الساعة فلاني ارى انا ما كان اعطي شي مواعيد ابغي موجينا والحمد لله استقبلنا الدكتور مزيان وتواصل معانا وعجبه الحال هي انفوة صيفت لي الاوديو هدار انه ما كي حييتش الولده هي اقتنعت قتلي رادة هو الدكتور اللي غنت تعالج عنده يعني ما غنبدلوه حيتي الفكرة عندها نفسية كتر ما هي جسدية يعني سيدا قتنعت بلادرة ديالو ميضار معي صيفت لي واحد الاوديو قال لي رحنا كنديرو قصطارو كنديرو كنديرو انا ديك الاوديو هزيت وصيفت طوله هي سمعتو سافي دخلت له الفكرة مية في المية فراسة من شي غير مية في مية الف المية يعني سيدا قتلك صافي ادوى الدكتور ديالي سافي انا بقى تواصل بينه بين الطبيب عمنا موعي جينا عنده الحمد لله شافة وشافة سافي اعطانا ديرنا اللوازيم اللي عندنا ديك شي اللي كان عندنا راه عندنا ولي ما عنا شي نادرنا والحمد لله تمت العملية اول حالة كتكون في المغرب الحمد لله ونجحت وسيدا مزيانا وقفت مدمرة خمس سنين ويا كتعاني ما كتوقفش ليلا ونهارا مدم اول عملية كتدار في افريقيا هي اول سيدا يا امينة اقبل دارتا ودارة لأحمد المنصوري كنشكره بزد اشتركوا في القناة